في زيارته لمحفظة مارب ناقش رئيس هيئة الاركان القوات المشتركة لواء الركن طيار أحمد الشهري مع رئيس هيئة الاركان اليمنية لواء الركن طاهر العقيل المستجدات العسكرية في جبهات القتال والاطلاع على الجهود التي تبذلها قوات الجيش الوطني في مواجهة الميليشيا الانقلابية بإسناد ودعم من تحارف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة كما قام بزيارة ميدانية إلى جبهات القتال بالمنطقة العسكرية السابعة في نهم شرق العاصمة الصنع اشتركوا في القناة